شارك وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الكاهوسك والمنعقد في إطار فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي في أديسا بابا وألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أبرز فيها المشاركة الأفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ مما عكس التزام دول القرى بعمل المناخ الدولي وبرهن على الإرادة السياسية للدول الأفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعيدة وأشار شكري إلى حرص مصر التي صدفت مؤتمر المناخ نيابة عن القرى الأفريقية على وضع الأولويات المناخية لأفريقيا في قلب عمل المناخ الدولي مستعرضا أبرز نتائج المؤتمر وعلى رأسها إنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ دعما لجهود الدول النامية في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر